مش هقدر يعني لا أتحدث عن الحادثة الذي حدث في الأسكندرية وماقدرش أقول غير أن مصر دولة كبيرة دولة لها هيبة دولة لها سيادة دولة كبيرة في المنطقة دولة تحترم معاهدتها مع الدول الأخرى مصر وإسرائيل بينهم معادة سلام مهما كان بين الشعب المصري وإسرائيل من كره هذا لا يعني عدم التزام مصر بمعاهدتها وبالتالي السائح اللي يدخل مصر داخل بتأشيرة داخل بشكل رسمي داخل مؤمنة على حياته زيه زي أي سائح والمفترض أن الشخص المنود بحمايته لا يمكن أنه يكون هو الشخص اللي يقوم بقتله لأن ده في خيانة للأمانة وخيانة للعهد الشعب الفلسطيني لا أحد ينكر حقه في الدفاع عن أرضه الدفاع عن حقه هو يدافع عن أرضه هناك ونحن هنا ندعم لا أحد يزايد على ما تقوم بمصر من أجل القضايا الفلسطينية منذ أزمة فلسطين ومنذ بداية هذه القضية ومصر هي الدولة الأولى الدعمة والساندة ولكن الذي يريد أن يجاهد في فلسطين فليذهب ويجاهد هناك لكن أرض مصر، سياحة مصر، صمعة مصر أمر لا يمكن ولا مقبول المساز به هذه جريمة ومن يدافع عنها، مش بتحدث فقط عن الشخص الأم ده لكن بتحدث كمان عن اللي بتحدثه على وسائل التواصل الاجتماعي وشايفين أن ده أمر محمود ومقبول هذه جريمة ومن يدافع عنها هي جريمة في حق الإنسانية وفي فرق كبير جدا بين الجهاد وبين الإرهاب السائح الذي يدخل مصر يدخل مؤمن وإذا كان بيفكر بشكل دفاع عن الأقصى أو بشكل فيه شيء من النزعة الدينية فمن النزعة الدينية أيضا أحدثه وأقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمينين طيب خلوني أقول لحضراتكم النهاردة هيكون عندنا فقرة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستجدات وإيه اللي هيحصل في الأيام القادمة هيكون عندنا فقرة عن المبادرات بتاعة المؤسسات الأهلية اللي بتقوم بخدمة المجتمع هيكون معنا الدكتور جلال عوني الرئيس التنفيذي لمؤسسة عزراء الزيتون وهيكون معنا طبعا في فقرة فلسطين دكتور أحمد الشحايت مدير مركز شاف للدرسات المستقبلية واستشاري الأمن الإقليمي والدولي